سيد ايمن اتوقع ان يكون في تقرير ختامي عن العمل بتاع حضراتكم وهذا التقرير يعني هيكون في كل الملاحظات سواء كانت شكلية او جوهرية امتى هيكون التقرير ده جاهز احنا هنعمل تقريرين الاول التقرير المبدئي وده هنعلنه يوم الاربع ساعة عشر صباحا في مؤتمر صحفي من غرفة العمليات التقرير الختامي هيكون في خلال اسبوعين وده بنسلم نسخة منه للهيئة الوطنية وبنعلن برضو التقرير الختامي احنا عندنا يوم تلاتة وعشرين غرفة العمليات بكل المتابعين بتوعنا هيجتمعوا علشان احنا حاليا هنجمع الاستمارات ونعمل لها في سرعة عملية ترميز وتكويد علشان نشوف الاسئلة الناس جاوبت عليها ازاي وإيه هي الملاحظات اللي قالوها عادة احنا لما بنكتب تقرير مش بس بيكون التقرير بيقول اذا كان فيه سلبيات او ايجابيات او انتهاكات او خرقات ايا كان مسماها ولكن كمان مهم هي فكرة التوصيات اذا كنا احنا شايفين ان فيه اي حاجة محتاجة ان هي تم تعديلها او ان الهيئة الوطنية تاخد بالها من هذه التوصيات احنا بنبعثها للهيئة الوطنية زي زمان لما كنا بنقول يجب ان يتم استبدال اللجنة اللي بتعين لادارة الانتخابات ان يكون بدلها هيئة وطنية مستقلة ودائمة النهاردة ما هو عندي هيئة مستقلة دائمة بتدير كل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات ما ده كنا احنا بنطالب بزمان فده كمان مهم جدا ان عندك حد بيستجيب وبيسمع بس هي الفكرة انت بتكلم مين وبتكلمه ازاي لكن فكرة ان يكون في بعض المنظمات او بعض المعارضين اللي هما بيسيقوا حتى في التعبير عن رأيهم وفي مخاطبة الاخر بوجهة نظرهم وكلها اتهامات اعتقد ده ما بيجيبش نتيجة ده ما بيجيبش نتيجة